من واشنطن ينضم إلينا الدكتور إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية دكتور إدموند إذن أنجزت صفقة S-400 وبدأت تركيا في تسلم أجزاء منها هل يفهم من هذا أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن وصلت إلى مستوى لا رجعت فيه؟ أعتقد أن هناك تدهور واضح في العلاقة الأمريكية التركية وربما هذا القرار شراء S-400 وتنفيذه يبعث برسالة واضحة حولها طبيعة هذه العلاقة في هذه المرحلة وربما أخطر شيء بالإضافة إلى الأمور التي ذكرها تقريركم فيما يتعلق بتعريض الطائرات الأمريكية وقدرة الروس على حصول على معلومات عن الطائرات الأمريكية إذا نشرت هذه الصواريخ على الأراضي التركية فأن الأمر الأخطر حسب عدد من الخبراء الأمريكيين هو أن تركيا قررت تحدي الولايات المتحدة والاستمرار في هذا الموقف وهذا القرار وأيضا أنها تبعث برسالة بأن ربما هناك قراءة جديدة لدى صنع القرار في تركيا حول مستقبل علاقاتهم مع الغرب مع الولايات المتحدة ومع روسيا أن هناك توجه جديد لتعزيز العلاقة أو لأهمية الحفاظ على العلاقة مع روسيا وربما على مجموعة الدول أوراسيا ككل طيب دكتور إدموند هنا السؤال المنطقي أو التالي هو ما الخيارات الأمريكية في الرد على هذه الخطوة كنا في انتظار مؤتمر للبينتاجون قبل قليل لعله يعلن بعد قليل ترى كيف سيكون الرد الأمريكي يبدو أن هذا المؤتمر قد تأخر وفعلا هناك سؤال لماذا تأخر هل لأن الإدارة لا تزال حتى هذه اللحظة مع أنها كانت تعلم بما هو قادم هل هي لا تزال تفكر كيف تتعامل مع هذه الخطوة وكان هناك أيضا كلام عن احتماع الحدود مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة ونظيره التركي أو بين القيادات العسكرية من البلدين ولكن بالنسبة للولايات المتحدة أعتقد الولايات المتحدة سبق لها وعلى لسان عدد من المسؤولين أنها إذا استمرت تركيا في هذا القرار فأنها ستعلق برنامج تصنيع التصنيع المشترك لطائرة F-35 مع الأتراك تركيا قامت بصنع عدد من القطع التي تستخدمها هذه الطائرة المتطورة ثانيا أن الولايات المتحدة ستمنع وبدأت فعلا علقت تدريب الطيارين الأتراك على هذه الطائرة وبعضهم كانوا يتدربوا في الولايات المتحدة هذا جزء منها الجزء الآخر كنت أود أن أقول أن هناك أيضا قانون في سنه الكونغرس الأمريكي في 2007 واليوم طالب بتنفيذه أحد الرجل الثاني في لجنة العلاقات العسكرية لجنة القوات المسلحة وهو الديمقراطي السناتر جاك ريد الذي قال بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تعلق كل تعاونها في هذا المجال بالنسبة لـ F-35 طيب دكتور إدموند كنت أسألوك بايع 100 طائرات F-35 F-35 ليست هي الدائرة الوحيدة من دوائر الالتقاء بين أنقرة وواشنطن هناك دوائر أخرى مثل سوريا مثل الأكراد مثل غير ذلك هل ستتأثر هذه الملفات بـ S-400؟ حتى الآن يبدو أن هناك على الأقل أحيانا يبدو كأنه ازدواجية في بعض المواقف الرئيس ترامب خلال اجتماعه في قمة العشرين مع الرئيس التركي قال بعد ذلك بأن الخطأ ليس خطأ أردوغان شراء أي موضوع شراء الـ S-400 في إشارة إلى ما قاله الرئيس التركي أننا حاولنا شراء صواريخ باتريوت ولكنكم رفضتم بيعنا إياها في نفس الوقت قبل يومين قال مسؤول كبير لم يسمح بذكر اسمه لوسائل الإعلام بأن تركيا هي دولة مهمة دولة حليفة وقضية واحدة مثل S-400 لن تؤثر على هذه العلاقة هذه تبعت برسالة بأن واشنطن لا تزال تأمل في الحفاظ على علاقة جيدة وذلك للضغط على إيران والضغط على روسيا في المستقبل ولكن في نفس الوقت هناك طلب مطالبة بالعقوبات هناك مطالبة حتى بطرد تركيا من بعض القيادات بعضهم المحافظين والليبراليين في الكونغرس وفي المؤسسات السياسية من طلب شمال العقوبسي وهناك بالإضافة إلى كل ذلك أيضا هناك التهديد بفرض عقوبات على تركيا هذه الأمور سيكون لها تداعيات كبيرة ويصعد تجسير العلاقة مجددا نعم أشكرك جزيرة شكر دكتور إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من واشنطن